بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى حمدا يليك بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله والله مصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحباته وسلم اللهم تسليم كثير أما بعد مشاهدي الكرام أهلا بكم مرحبا في هذه الحلقة الأخيرة من برنامجنا أصول إيمان وهي عن قدر الله في الكافرين ولله في هذا سنة مضت فرب العبادي كما وعد ألا يسوي بين المؤمن وكافر ووعد بالرقيب المؤمن سواء بامتحاناته ليرتقي به من خلال صبره وشكره على السراء والضراء وليرتقي به من خلال زلزاله إلى أعدى درجات جناته فكذلك الحال مع الكافرين وعد الله عز وجل ألا يترك كافرا على كفره وإن أمهله فالإمهال لحين فالإمهال لحين بل جعل النعمة لحق الكافر استدراض فقال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وقال تعالى أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون وقال تعالى لا يغر أنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأوهم جهنم ويسنهم فالنعمة لهم استدراض والنقمة لهم عذاب ووعد أن ينكل بكل ظالم مهما على كعبه وأول النكال أن يورثه الرعب بسبب جرائمه فقال تعالى ترى الظالمين مشفقين ما كسبوا وهواقع بهم فوعد الله بجانب رعبهم أن يعاقبهم بتحقيق ما يحذرونه وهو واقع بهم بل تتبعت هذا في القرآن ذهلت من أقشع الشخصيات في التاريخ إيمانيا وجسمانيا نبي الله موسى البشر الوحيد الذي قال الله في حقه وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاَسْتَوَى استوى لأنه كان لا يأكل من طعمه فرعون إلا الحلال والحلال مطرح ميسر يمري فترك أثره في كل جسم موسى نبي الله موسى بصر أحد بصر سمع أحد سمع شم أحد شم عضلاته أقوى عضلات لحد سمع أثنين الواكزة دفع واحد بأطراف أصابع مات هذا الاستواء في نبي الله موسى والقوة البدنية مع القوة الإيمانية ده واحد من أول عزم رسل خمسة ومع ذلك لما وكز الرجل فمات هذا قتل شبه خطأ مش خطأ حتى الواكزة لا تقتل لكن رجل من همه رب اليابد يصف حالها فيقول فأصبح في المدينة خائفا يترى فإن خاف نبي الله موسى مع قوة إيمانه وبنيانه فمن بعده لا يخاف إذا أخطأ وإذا ظلم فكيف بالمستحل للقتل المستحر في القتل فكيف المستحل بالظلم مستحر سرقة الأموال كيف أأمن وإذا فقد الأمن في نفسه يملكه لغيره لا يملكه لغيره هذه سنة من سنة الله في الظالمين أبدا العقوبات العاجلة هذه منها ترى الظالمين مشفقين إما كسبوا وهو واقعا العقوبة الثانية قال تعالى ولا تحسبن الله غافل معنا مرثل لن يغفر له عنه أبدا حتى وإن تركه فتركه للإنذار لا للتمكين يظن الكثير من الناس إن مجرد ربنا تركه وعايش في سلطانه يبقى موكل لا رب العباد جعل هذا الأمر في حقه عقوبة وليس تمكين وبين هذه السنة وأنها مضت في كل من سبقوه فقال تعالى ولقد أهلكنا القرون من قبله القرون هنا الألف واللمنة الجنس تشمر كل القرون والرب يقسم على هذه الحقيقة هو أكد ولقد الواء للقسم أي والله لقد القسم توكيد ولم دخلت عجاب القسم توكيد ثاني وقاد التحقيقية توكيد ثالث فرب يقسم ويؤكد بالسلاسة على مضي هذه السنة في كل الكافرين في كل عصور الظالمين ولقد أهلكنا القرون من قبلكم متى؟ قل لما ظلموا هل بمجرد الظلم يعجل الله بهلاكم؟ أبدا رب العباد عد إهلاكهم بظلمهم قبل بيان الحق لهم فيه لون ظلم لهم ونزه ذاته عن أن يفعله سبحانه وتعالى قال تعالى إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما لذا يقول تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون فعد إهلاكهم بسبب ظلمهم فيه ظلم لهم حال غفلتهم قبل بيان الحق لهم ولذا رتب الأمر لما ظلموا فقط لا قل وجاءتهم رسلهم بينا وخلي بالنا جعل سبب الإهلاك الظلم مش الكفر الكفر خطأ في حق الله طب الظلم خطأ في حق الله وعباده وإذا كان الله يبقى على الكافر لأنه عبده حتى يتوب فكيف يبقى على الظالم وقد اعتدى عليه وعلى عباده ليس الظلم بأحق بالحاهم المظلوم لذا ندرك هذا المعنى ولذلك جعل الله عقوبة الظلم أشد مع عقوبة الكفر قال تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ظلم بعيدة إن الذين الآلة بعدها إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقة إلا طريقة جهنم وخالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير فجعل عقوبة الظلم أضعف عقوبة الكفر هذا الباب ولقد أهلكنا القرون قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا بعد البيان دي المرحلة خمس ثلاث يبقى ظلموا المرحلة الثانية جاءتهم رسلهم بالبينات والثالثة وما كانوا ليؤمنوا بعد البيان عقب الله على عدم إيمانهم فقال كذلك نجزي القوم المجرمين فسمى عدم إيمانهم بعد البيان عقوبة والناس يظنها تبكين كم من ظالم ظلم ورب أمهله حتى بينا له الحق إما برسالة رسول إما برسالة نزير عالم يبلغه إما بقى تقع له يسلم منه ملكه يحصل له انقلاب يحصل له هزة كبيرة جدا في حياته في سلطانه ثم يأذن الله له أن يعود مرة أخر وفي هذا يقول تعالى إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون لما يكشف عنه عذاب ويأتيه البيان كل دي سماها الرب نذر وسمها بيان يبقى إما يأتي عن طريق رسول أو عالم تابع على رسول نذير أو يأتي عن طريق آية تقع له أو هزة تقع له في حياته يعلن عندها أنه تاب وأنه عرف الحقيقة الآن أنا فهمتكم أنا عرفتكم الكلام من اللي يردد كل هذا بسبب ابتلاء الذي وقع وقامت الحجة وأقر بجرمه وأقر بظلمه ثم يكشف الله عنه الظلم ليعود كما كان جعل الله عودته لظلمه بعد البيان عقوبة له وفي هذا يقول تعالى فأي أخرى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآياتنا وكانوا بها يستهزئون المرة الثانية مش يرجع ظالم لا ده ظالم ومعتدي ومستحل ها بس لا وشديد السوء لله والدينه وحي يطعم في الدين وفي الإسلام وفي المسلم وفي كل حد عدى الرب هذه العودة الأخيرة عدى عقوبة وعدها الناس تمكين وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين إذا وصل لهذه المرحلة ما بين هذه المرحلة وما بين إهلاكه سماها ربنا مرحلة الإمهال فقال تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا وقال تعالى أفرأيت إما اتعنهم سنين سبناهم فترة بعدما عادوا ظلمهم أفرأيت إما اتعناهم سنين وسمه تمتيع أفرأيت إما اتعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما أغنى عنهم ما كانوا متعون وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ليمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت ثم تلل الآية وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع لهم ناس وذلك يوم مشهور إذن قضيت إمهاله ليست إهمال واستدراجه ليست تمكين وإن ظن غير ذلك وإن ظن غير ذلك هذه سنة الله عز وجل وزلك رب العباد لما وعد بلحظة نصرة المؤمنين قال حتى إذا السيء سألوا سن وظنوا أنا قد كذو قال جاءهم نصرنا فنجي من نشاء المؤمنين طب بعدين والكافرين قال ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين قولا واحدا وسماهم مجرمين فلا يلقب الكافر بالمجرم إلا إذا جمع الخلال الثلاثة ظلم وجاءه البيان وعد مرة أخرى للظلم فعد الرب قطعه لهذا مثل مراحلة الثلاثة سماه إجرام ولو تدبرت القرآن ما في أمة هلكت قبل بلوغها مرحلة الإجرام ومن هذه الآية الجامعة لكل الأمة قال تعالى ولقد أهلكنا القرون كل القرون هلكت من قبلكم متى لما ظلموا وجاءتهم رسل البينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزل قوما مجرمين يبقى ما وقع العقاب ولا التدنير ولا عذاب الإبادة إلا بعد بلوغهم مرحلة الإجرام نقرأ في القرآن كل الأمة هلكت ما هلكت إلا بلوغ هذه المرحلة لما أهلك قوما قال تعالى فلما رأوه رأوا السحاب قادم بعيد والرياح فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزل قوم المجرمين قال لبنهم عبارة المجرمين لما أهلك قوم قال وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين فرعون متى هلك لما وصل لهذه المرحلة سيدنا موسى دعا عليه بها فقط فقط بهذه الكلمة واحدة يقول تعالى فدعا ربه عن يبي الله موسى فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون ده كل الدعاء يا الله الآن بذكر هذا فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فجاءت إجابة أن أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركم جنات وعيون وكنوز وقام كريم ونعمة كانوا فيها كفاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا مضرين إذن سنة الله جرت إذا وصل المظالم إلى مرحلة الإجرام فهي النهاية فإن لم يبلغها فالاستدراج إليها سنستدرجهم من حيث لاعلمون وأملي لهم إنك ذي مكين فذلك الصحابة يا أخوان كان الكلام ده بيرعبهم موت سيدنا أمر الخطاب لما كثرت الفتحات في زمانه وجاءت الأموال تترى حتى صارت كل بيوت المال ملأة فجاء هم يبشره يا أمير المؤمنين أبشر فكل بيوت مال للمسلمين ملأة لا نجد مكان نضع فيه المال لا نجد مكان نضع فيه المال يقول روفا خرط عمر في البكاء بكاء شديد جدا قالوا يا أمير المؤمنين أفي مثل هذا اليوم تبكي يوم فتح الله ونصره قال لا أحسب هذا خيرا حجبه الله عن صاحبي رسول الله أبو بكر وادخره لعمر أخشى أن يكون هذا استدراجا من الله لي وأخذ يبكي وتضرع وقل اللهم لا تفتني ولا تستدرج ولا تستدرج قضية خطيرة جدا 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 فكم من ظالم والرب يمهله لحين أخذه وهو في رفله قوم لوط لما أصر على جرائمهم ووصلوا لمراحل تجاوزت كل الحدود إصرار عجيب على فعل الفواحش على ارتكاب الجرائم على العدوان على الغير وعدوان الرجال على الرجال حتى امتحنه الله بن حانقاسي مجموعة من الملائكة جاءت في صورة شباب كأجمل ما كون الشباب ضيوف وردوا على نبي الله لما رأوهم جاءوا بقضهم وقضيضهم كلهم يقول تعالى يهرعون فأقبل إيه يجفون فرح وطلب ظفرنا بشباب نعتدي عليهم نعتدي عليهم لا إله إلا الله يستبسرون بشعره وزفه يزفون ويهرعون بغاية القوة الشرعة النبي الله نور ينهاهم اتقوا الله لا تخزون ضيوفي حرم عليكم مفيش قالوا أولم ننهك عن العالمين لأن ننهك عن العالمين عملوا عليه حصار حصار إقامة جبرية في بيته مميوعه قبل أحد إقامة جبرية لنبيه من أنبياء الله وقع هذا قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بنات النساء ودنف 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 كل أحد إنما عمراته يشبع شخص من جنسيه مع زوجته ونساء موجودات أبدا قالوا لقد علمت طبعا لا أقصد ببناته بناته من صلبه إنما بنات الأمة للنبي بناته النبي أولى بمنفسهم وأزواجه أمهاتهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني من ترك مالا أو ضياعا من ترك مالا فلورثته ومن ترك ضياعا أو عالا فإلي وعلي أنا الأب المسؤول عنهم صلى الله عليه وسلم فهو عائل للأمة بأسرها نبي الله نوت عائل هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله لا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد أمم فاشو أحد عاقل قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما منه رب العباد يصف هذا المشهد في سورة الحجر فيقول لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فسمى هذه الحالة ساعة الإمهال سماها سكرة أسكرتهم فيها زهوة الابتصار وزهوة التمكين عندهم وزهوة الظهور وزهوة تحقيق مرادهم مع ظلبهم أبقاهم الله في سلطانهم سماها الرب سكرة وأقسم بحياة سيد خلقه وما أقسم بحياة بشر غير لعمرك وحياتك محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون يقول تعالى معقبا فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سدين إن في ذلك لا آيات مش آية لا آيات للمتوسمين إذا توسم وإن يقرأ الأمور على حقيقتها هيخرج من الآية بآيات وإنها بسبيل مقيم وذا أقوم طريق لتقويم الإنسان واللقيب بطاقاته وملكاته إن في ذلك لا آيات المؤمنين فالمؤمن يأخذ من الآيات آية والمتوسم يأخذ من الآية آيات ندرك هذه المعاني وهذه الدقائق وهذه الحقائق سنة الله جرت لنهلكنا الظالمين بل رب العباد يجمل لنا كل الحوارات والصراعة التي دارت بين أهل الحق والباطل وكيف أن الرسل لا طويلة جدا تاريخ الرسل طويل قال تعالى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم جمع كل الرسل في صف واحد وأقوامهم والظالمين من أقوامهم في الصف الآخر فقال تعالى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وسمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم دينات رسلهم كلهم جاءوا بنفس البينات فردت الفعل واحدة فردوا أيديهم في أفواهم وقالوا إن كفرنا بأرسلتم به وإن لفي شك مما تدعون إليه مريب قالت رسلهم نفس العبرات نفس المنهج نفس الطريق قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويأخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا وانظروا لعبارة واحدة ما تغيرت في كل التاريخ قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان عبد أباوني فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمنع على من يشاء وما كان لن أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدان سبلنا ولنصبرن على ما أذيتمون وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا الخراصة فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين سنة ماضية في كل الظالمين في كل التاريخ في كل التاريخ لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام وخاف وعيد واستفتحوا بكل طلاب الفتح وخاب كل جبار عنه انتهى الوقت وأكتفي بهذا القدر وجزاكم باخر مستبعتكم وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبرك اشتركوا في القناة